سياسة اقتصادية إصلاحية انتهجتها مملكة البحرين في السنوات الخمس الماضية ركزت من خلالها على خطة التنمية ودعم الاستثمار الخاص ما حافظ على قدرة تحمل اقتصادها أمام تراجع أسعار النفط والأزمات المالية العالمية فوفقاً لوزارة المالية البحرينية نمى الناتج المحلي من 3 مليارات و 400 مليون دينار في عام 2000 إلى 12 مليار و 800 مليون دينار في 2014 وقلص الاقتصاد اعتماده على قطاع النفط والغاز من 44% إلى 21% خلال الفترة نفسها وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت هذا العام معززة الثقة في الاقتصاد البحريني وأظهر تقرير لمجلس التنمية الاقتصادية أن معدل النمو في القطاع غير النفطي تجاوز 12% خلال الربع الأول من 2015 إلى جانب تحسن سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف بنحو 5% فعملية الإصلاح وإعادة هيكلة سوق العمل المطبقة في المملكة أبقت على نسب البطالة متدنية لتسجل 13% فقط في 2014 بتراجع من 14% في 2013 وكانت البحرين قد أعلنت عن حزمة مشاريع تنموية في القطاعين العام والخاص بحجم استثمارات يتجاوز 24 مليار ونصف المليار دولار خلال السنوات المقبلة تتوزع على مشاريع كبرى تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار تضاف إلى برنامج التنمية الخليجي الذي تصل استثماراته إلى 7 مليار ونصف المليار دولار كلها تركز على البنية التحتية والإسكان والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم تحديات كثيرة مر بها اقتصاد البحرين ليس أقلها الهزات الأمنية لكنه بقي يشهد نموا بنسب متفاوتة في الأعوام الماضية وذلك بفضل أساسيات قوية